The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries لو معك كتبك المؤدس افتح معايا سفر التسنية في العاد الأديم تسنية أصحاح 31 لبعض الدقائق وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب أحاط به لحظه هنا أحاط به مش برضو إحنا الشاكرين أنه وإحنا في بريتنا أنه هو بيحيط بينا يعلمنا ويحفظنا يمكن لو فكرك ما كانش قادر يكمل لكن هو خلاك تكمل أحاط بيك وعلمك صانه كحضقة عينيه صانه كحضقة عينه وعدد 11 كما يحرك النصر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جنحي ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده عدد 13 بيقول أركبه على مرتفعات الأرض الأماكن المرتفعة بحسب ترجمة كينج جيمز فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر نلاحظ أنه يوجد هنا تحريك العش ثم المستوى الجديد للبركة وعاوز أتكلم بعض دقائق معاكم من هذا الجزء الذي كان موسى يتكلم فيه كموعزة للشعب وأنا أتكلم اليوم عن بركات العش المنقلب في سفر أيوبة صحة 29 وبس هاقتبس الآية دي علشان الوقت بيتكلم في العدد الأول إزاي إنه يتمنى أن ترجع به الأيام عندما كان مع أسرته وكانت لي ثروته وكانت لي صحته ويريته ما كانش فقط كل ده بيقول في ذلك الوقت كان صراج الله أي نعمة الله يضيء على وجهي وعلى خيمتي وعلى أسرتي وغسلت خطواتي باللبن غسلت خطواتي باللبن أي إن كل شيء كان سهل كان هناك بركة ما فيش صراع كل شيء لمسته تحول إلى ذهب ثم في عدد 18 بيقول فقلت أني في وكري أسلم الروح بمعنى أني سأموت في عشي وهبقى في مكاني لكن قال الرب أنا سمعت هذا ولكن سوف أعرفك يا أيوب على بركات العش المنقلب والعش هو المكان المريح الذي يختلف فيه الإنسان بنفسه مكان جميل يولد فيه الإنسان فالحيوانات وكثير من الطيور كل منهم بيعد مكان اسمه العش حتى يكون لأولاده مكان عندما يولدون ولكن في هذا النص في يوم من الأيام كان موسى في البرية ونظر إلى أعلى نظر إلى حفة صخرة أو إلى شجرة ورأى بعض النصور أم وأطفالها وبدأت الأم تقلب العش ورأى فراخها تنقلب إلى حفة العش فأخذ رشته وبدأ يكتب عزته لشعبه وقال كما يحرك النصر عشه وعلى فراخه يرف هكذا يفعل الله وزوجة النصر تختار شريك حياتها بطريقة شيقة إذا كنت عايز تكون شريك حياتها فأولا هي إنفة جدا بتختار بطريقة معينة ما بترضوش بأي حد وده درس كويس بتاخد فرع صغير وهي بتجيز شريك حياتها في امتحانات كتيرة وترتفع بفرع إلى 15 ألف قدم ثم تترك هذا الفرع يسقط وبيجي النصر الزكر وراءها بيحاول لفت انتباهها بينما هي تتجاهل ثم تترك هذا الفرع الصغير يسقط ثم تضم جناحاتها وتبصله والذكر ينتبه يدرك إنها هي عايزة يلتقط هذا الفرع من الهواء يبدأ في الطيران إلى أسفل وانصور تستطيع أن تطير بسرعة 200 ميل في الساعة يلتقط الفرع ويرجع لها ثم تذهب هي وتختار فرع أكبر وتختار واحد من الفرع الكبيرة نسبيا والطير مش لـ 15 ألف قدم لكن تقريبا لـ 5 ألف قدم ولما ييجي النصر ذكر محاولا أنه يظهر قوته تلقي هي بهذا الفرع وهي في هذا الارتفاع الأقل من المرة السابقة فيتسقط الفرع بسرعة أكبر وينزل النصر بسرعة شديدة يحاول التقاطه لكن يمتد يعرق لأنه تقيل عليه ويتسقط عرقه ويبقى منهج جدا وبعد كده للمرة الثالثة تختار فرع أكبر تطير على ارتفاع 500 قدم فيبصلها وتبصله وهو فاهم هي نوية تعمل إيه وبعدين تروح هي رمياء على الأرض فيطير بسرعة لتحت علشان يمسك به ويعمل كل شيء يدر عليه علشان يمسك به قبل ما يوصل للأرض وده يطلب منه كل مهاراته وقوته ومخالبه وبكل قوته يقبض على هذا الفرع ويستجمع كل قواه ليقبض على هذا الفرع الكبير والنصر الأم هي التي تحرك العش الذي فيه الصغار ولكن الأب هو الذي يدور حول العش وهي التي الآن تمتحنه حتى عندما يأتي الوقت الذي فيه تحرك العش ويبدأ الفراخ في التساقط منه متقلبين في الهواء متجه لأسفل فإنها تمتحنه لتعرف إن كان هذا النصر الأب يكون قوي وسريع وقادر أن يلتقطهم قبل أن يسقطوا إلى الأرض ويموت أنا عاوز أقول لكم النهاردة إنه إذا كنت أنت تشعر أنك تتساقط في الهواء وأن العش كله يتحرك وينقلب وتشعرك أنه لا يوجد أرض تقف عليها وأنك ساقط في الهواء إلى الأرض أنت تحتاج أن تعرف أن هناك أب يستطيع أن يطير أسرع منك وقد تكون ساقط ولكنك لن تهوي قد تكون متروك من الجميع ولكنك سوف تجد يد الأب الحنان تمسك بك وتحملك وتأخذك إلى أعلى إلى مكانك فلا تفقد ثقتك سوف يحرك الله عشك حتى يعلمك الطيران الذي يبدو أنه شيء قاسي سوف يتحول إلى شيء مفيد لحياتنا وإن كنت لا تتعلم هذا الدرس فسوف لا تفهم وتعتقد أن الله إله قاسي ولكن الحقيقة هي أنه إذا أردت أن يأخذك إلى أعلى فإنه سوف يحرك العش الأرضي ويقلبه كثير من المؤمنين أجنحتهم منضمة مش عايزين أي تغيير ولا أي تحدي ولا أي مغامرة في الحياة أنا بس عايز الأمان أنا بس عايز سعادة هنا على الأرض ده بس اللي أنا عايزه لكن هناك دعوة عليا على حياتك توجد دعوة سماوية مش بس دعوة أرضية يوجد في الحياة أمور أهم من البيت والسيارة والراحة التي في العش الذي بنيته وإن كان كل هذا مهم والله باركك بكل هذا وإن كان هو باركك فيجب أن تكون شاكر لكن لا تعتقد أبدا أن هذا هو محور حياتك لأن حياتك ليست فيما هو على الأرض ولكن على حياتك دعوة سماوية وإن لم يحرك النصر عشهم فإن فراخه لن تخرج خارج العش لتكتشف إمكانياتها فأنت عندك دعوة سماوية وعندك أجنحة تستطيع أن ترفعك فوق الرياح هل تسمعني؟ هتحتاج الكلمات دي عندك من الأجنحة ما يستطيع أن يرفعك فوق الطيور الآخرين العش أصبح مريح جدا أنيق جدا والبعض أصبحوا مرتحين جدا في مكانهم لدرجة أنهم لا يحتاجون حتى أن يقرؤوا الكتاب مش محتاج يصلي عندك كل الأجوبة وتقول أنا يعني رجل عصامي ريت واحد يقولك أنت عملت في نفسك كده ليه؟ لكن أوعدك أن الرب سوف يجد طريقه بيها يقلب هذا العش حتى يجعلك تحتاجه وتصرخ إليه وسوف تحتاجه بطريقة لم تسبق لك من قبل سوف يحدث هذا في القريب العاجل وعندها سوف تكتشف بركات العش المنقلب إن كنت لم تمر بهذه التجربة لأننا في أحيانا بدأوا بقى عايزين إن إحنا نحمي نفسنا وأولادنا ومش عايزينهم يمروا بمخاطر ولا يحتاجوا شيء لكن اللي جعلك تصل إلى هذا المنصب هو الأمور والمشاكل والألام والدموع والشعور بالفشل اللي أنت مريد به والآن تريد أن تعطي لأولادك كل شيء الآن عليك أن تستمع إلى وعزي هذا فإن الرب بيقول لك أنا هقلب عش أولادك حتى يرجعوا ويركعوا على ركبهم ويدركوا أن ما تعلموه هو حق وأن هناك إله في السماء وهو يعطي النجاح لأولاده وإني لا أستطيع بقوتي وأنا ما كنت لأصل إلى هنا لو لم يكن الرب معي مكدا للرب وهنا في شيء مهم هي مش بتزيل العيش هي بتيجي مرتين هي مش بتفك العيش لكنها بتخليه غير مريح بأنها تلقي بالريش خارجا وتفرغه من الأش اللي بيبطانه ودلوقتي تبتدي نهايات الفروع الصغيرة تؤرق الفراخ لأنهم حتى هذه المرحلة هما ما يعرفوش أن هما مزودين بملكتين لا يعرفون عنهم شيء المخالب والأجنحة ما يعرفوش أن هما يمتلكون هذه الأمور وإنت كمان مش هتقدر تدرك هذا وإنت في بيتك المريح بتتفرج على التلفزيون وقاعد في مكانك عندك من الملابس والأمور ومش بتدرك الإمكانات اللي عندك ومش هتقدر تكتشف إمكانياتك حتى تخرج من مكان الراحة لكن عندما تقلب هذه الأم هذا العش رأساً على عقب ويتبقى فيه بعض العسيان يبتدي الفراخ يمسكون بمخالبهم هذه الفروع الصغيرة ويتعلمون كيف يقفون لأن النصر الأم تدرك أنها علشان تعلم الجيل الجديد إزاي يطير عليها أن تعلمهم أولاً كيف يقفون وإحنا كمان يجب علينا أن نتعلم كيف نقف لندافع عن الأخلاقيات ندافع عن الشخصية الروحية ندافع عن الاستقامة نتكلم بحق كلمة الله حتى وإن كان الآخرين لا يفعلون هذا حتى وإن كان الآخرين لا يقفون كرجال حتى وإن كان الآخرين لا يعيشون هذا لأنك لو ما تعلمتش تقف بمفردك لو لم تقف فإنك سوف تسقط في أي شيء وإذا أردت أن تطير عالياً فعليك أولاً تقف ثابتاً في مكانك وتقول نعم أنا مختلف نعم أخلاقي لا تسمح بهذا نعم أنا لا أذهب إلى هذه الأماكن ولا أفعل هذا هذا هو أنا وأنا أقف على إيماني هذا أنا مش عايف ليه أنا بزعها أنا أعتذر لازم تقف وقفة رجال أنا تعبت من عدم الجدية والطفولية والأمور اللي بيقول عنها عقلانية تشعر أن هذا الكتاب لا يتمشى مع أفكارك أو تقول أنا عندي شك في هذا أنا عندي نبوة ليك أنت في طريقك إلى العش المنقلب لما يتقلب عشك هيكون شيء عظيم هتتعلم تسجد على ركبك وأنا أتحداك أنه في القريب العاجل سوف تأتي بك الحياة على ركبك بعد أن كنت معاند ومحاور وعايز أقولك توجد أمور لا تستطيع أموالك أن تشتريها ولا عبقريتك أن تصلحها أصدقائك مش هيقدروا يساعدوا عندها عليك أن تذهب إلى يسوع وتقول قودني إلى الصخرة التي هي أعلى مني معونتي من عند الرب تأتي من عند الرب أنت المفروض أنك تطير مفروض تكون في العلو مفروض أنك تنمو في الرب مش تفضل قاعد في عشك وتقول أنا تعميت سنة 53 والسنة 73 قدمت مبلغ حلو في العطى بالطريقة دي تكون لازلت في العش عش التدين فكر في فراخ النصر وهم يبتدوا في السقوط والتقلب في الهواء يظهروا كأنهم أغبياء تسمحوا لي أوعظ لديها هل مستعد أن تبدوا زي الغبي ولا عايز تفضل مرتاحة لعمرك بعض من الشاب الصغير مش عايزين ياخدوا مغامرة أبدا وجابتهم لكل فرصة تعرض قدامهم يقول لك لا 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 أنا لكن أخرج من عشك هيكون شكلك زي الغبي روح مكان لو كنت وحيد روح مكان فيه ناس أخرج من عشك أقف في دايرة وتصرف كأنك فاهم هما بيتكلموا عن إيه لكن عليك أنك تخرج من وحدتك وبالطبع دايماً هيكون فيه انتقاد لما تخرج خارج العش هيكون فيه انتقاد من الناس اللي قاعدين جوه العش يقول لك أنا عارفهم دولة من يعني دولة جراني هم أنت ليه بتعمل كده أنت هيبقى منظرك غبي لو عملت كده لكن أفضل لك أنك تفشل وانت بتحاول تطير من أنك تفضل مكانك وتموت مرة تانية نقولها مع بعض أنهم من الأفضل أن تطير عن أن تبقى في العش وتموت لماذا نجلس هنا حتى نموت سوف أغامر سوف أخرج سوف أستخدم أجنحة الإيمان أنا أعلم أن حياتي أكثر من مجرد العمل ودفع الفواتير لذا فأنا آتي إليك يا رب وسوف أرتفع إلى أعلى وسوف أفرد أجنحتي للرياح لتأخذني إلى حيث أنتمي والنصور من الطيور القليلة التي لا ترفرف الفراخ ترفرف والكلمة الأصلية في الكتاب هي أن النصر يحرق جناحه يقف النصر على صخرة ويفرد أجنحته منتظراً الرياح ينتظر حتى يشعر بالرياح لأنه ليس بالقوة ولا بالقدرة أنا شعر أطلع ثم يطير في دوائر يبدأ في دائرة صغيرة ثم يطير بقوة دفع الهواء الساخن وفي كل مرة تتسع الدائرة ويرتفع لأعلى تتسع ويرتفع فإذا تعلمت أن تنتظر الرب وتطلب من الروح الذي أتى في العلية مثل ريح وتشعر أن الرب يقودك لكي تفعل شيء وتقول ها أنا ذا يا رب بيقول الله أن دائرة تأثيرك سوف تتسع أكثر فأكثر أكثر فأكثر ليس لأنك ذو مواهب لكن لأنه ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود الروح هنا يوسع دائرتي فدائرتي الآن تتسع أكثر وأكثر ولا يستطيع أحد أن يمنعني من الوصول لأن الروح سوف يفتح لي الطريق أيوب قال في حياتي كل شيء على بركة كنت أمشي في اللبن كان ليا أسرتي كان ليا ثروتي وكنت أغنى كل أبناء الشرق كان ليا من الأغنام والجمال أكثر من أي شخص آخر زوجة وأبناء ثم قلت لنفسي وخلينا نسمع مرة تاني أيوب 29 فقلت إني في وكري أسلم الروح وقال الرب أنا سمعت ما قلت وأنا عايز أعلمك وعلم الناس أنني لست إله يريد الناس أن تبقى في مكانها إن كنت أعتقد أن أنا عملت كل اللي أقدر عليه في حياتك فتحت كل الأبواب التي أستطيع أن أفتحها وبركتك على قدر استطاعتي عندما تكتفي بهذا فإن هذا يضيقني بيقول الرب يضيقني الدافع الكسل والاكتفاء اللي عندك تجاهي بيقول إذا كنت لا تريد أن أقلب عشك فالأفضل عليك أن تخرج منه أخرج منه عليك أن تكون كما قال أشعي 40 أما منتظروا الرب يجددون قوة وقد أحتاج أن أذهب إلى العش لكي أرتاح وأسكن نفسي لفترة لكن علي أن أقوم وأن تفض من الفشل أن تفض من خبرة الطلاق أن تفض من الإفلاس أن تفض من الإحباط أن تفض من الإدمان أن تفض من الماضي وكسرة الروح ومن الذين تركوك إن كان حد تركك وخرج من سفينتك فسوف لا تحتاج إليه لبقية حياتك لأنه يوجد أكثر من ستة مليار إنسان على وجه الأرض لن تنتهي الدنيا إذا تركك واحد منهم العش هو عندما تكون خائف من التغيير خائف من اتخاذ الفرص خائف من المغامرة الإيمان هو جزء من المغامرة نحن نبني أماننا ونبني حتى عشنا الروحي علشان نكون في أمان اختبرنا كل شيء كنت مخطط أنا اختبره من الله وأنا مكتفي باللنا فيه أنا عارف أني موضوع روح القدس ده حقيقي وربنا يبارك الناس الخدام لكن أنا أحب أني أفضل في مكاني هنا في عشي أنا أحب أبقى في مكاني في مكاني الناس عرفاء كويس هنا وأنا سعيد باللنا موجود فيه أنا سعيد هنا خلاص هذا الوضع ممكن يبقى فقط حتى ينقلب عشك لكن لما يتقلب عشك مش هتحتاج زي ما كنت محتاج مبارح بيقول في عبرانين 12 أن الله يستطيع أن يغير كل شيء الله غير مديون لنا بشيء لكن نحن مديونون له بكل شيء الله لا يدين لك بأي شيء مش يعني مديون لك عشان يدي لك حياة جميلة أو أسرة جميلة تقول للرب ما أعطنيش الله غير مديون لك بأي شيء هو بزل ابنه أنت مديون له بكل شيء عشان كده لماذا لا تثق فيه البعض منكم يعتقدون أنهم يحتمون داخل هذا العش المادي وأنهم الآن لا يحتاجون إلى معونة الرب لا خلي بالك نحن نحتاج إليه لأننا نحن نطبع أوراق بينما هو يطبع الذهب فلا ننسى أبدا أنه لو حياتك في بركة فاشكر الرب على هذا يجب عليك أن تكون أول من يسبح الله أول واحد يسبح الله مش الشخص اللي هيفخد كل الشيء ويجروا الرب لكن الشخص اللي يجب أن يكون أو أول ما يسبح الله هو اللي عنده بركة في حياته أنت في مسم البركة ولازم تأكد أنك قلت لرب أني فرحي مش مني لكن فرحي هو منك عشان كده أين كانت البركات اللي هتبركني بيها لكني أعطيك أنت التسبيح والشكر والكرامة والمجد شكرا للمشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر